طب يا شباب زي ما متعودين كده كل حصة بنعمل الزتونة بتاعة الحصة الملخص المفيد يلا ركز معاه في زتونة الحصة الثالثة كده مع بعض بص يا عم احنا بدأنا لق الحصة بكون سبت لذيذ قوي فهمناك ان اي جهاز واحنا بنشتريه النهاردة خلص انت بقيت واحد جامع بتعرف تشتريه اجهزة كهرباء اي جهاز وانا بشتريه بنقول عليه الريزيستنس الجهاز علشان يشتغل لازم يحس اولا ببوتينشيل ديفرنس بذي في اكروس الجهاز ان شاء الله الجهاز اول ما يحس ببوتينشيل ديفرنس ان شاء الله الجهاز ده يمشي جواقه هرباء كده خلاص طيب وعرفنا المعلومة الاساسية ان كل ما البوتينشيل ديفرنس بيزيد كل ما فاليو الكرانت بيزيد ده راجعينها قبل كده من امزله طيب بصي بقى الكونسبت اللي اتفعنا عليه الجديد شواهي في حصة النهاردة ان طول ما الجهاز شغال الالكتريكا الانرجي باللي بيستهلكها بتاعها وبندفع فلوس عليها يعني كل ما الجهاز يشتغل كل ما في استهلاق كهرباء كل ما انت بتدفع فلوس ابركز بقى ركز تبتقولي ده ليه عشان اقول لك وحنا بقى بنشتري الاجهزة فيش وايب بيانات بيومكتوبين على الاجهزة انت بقيت تركز معا لفهمك للحصة دي ايه بقى مثلا اول حاجة رقم الفي ايه ده ده بيبقى مكتوب على الجهاز ايوه مهم اول رقم ده وهقولك بيفرق في ايه كمان شوية فده الفي الجهاز رقم الفي ده بياندجات ان الجهاز محتاج يحس ببوتنشال قد ايه على الطرفين بتوقع علشان يشتغل فلازم يحس بالديفرنس ده فلما تلاقي الجهاز مكتوب عليه 220 فولت يبقى لازم هنا يحس بديفرنس 220 عشان ان شاء الله الالكترونس تتحرك جواه ماشي ده الرقم الاول الرقم التاني بقى اللي بيعرفك الفلوس انا هتفعل فلوسك عاربة كتير اولا لا لايه لها ايوه رقم الباور يعني الجهاز ده لما هنشغله هيستهلك انرجي اد ايه في الثانية الواحدة كم جول في الثانية ده رقم البار ففور اكزامبل اشتريت كده مايكرويف ولا اي جهاز مكتوب عليه 500 واط و 220 فولت فالرقمين دول اول ما تشوفه مع الجهاز دول معناه من الجهاز لازم يحس ب120 عشان الكهربا تمشي جواه طب بقولك ايه انت واحد معاك الباور ومعاك الفي تعرف اصلا فاليو الكارنت اللي تمشي الجهاز ايوه طب ودي حسبها ازاي عادي البي اوفر الفي اكوردنج للايه الريلوز اللي احنا كنا كبنا في الحصة لو قسمت البي على الفي اطلع بالرقم ده عارف الرقم ده بيفرق في ايه اصلا بيفرق في كابلات واسلاك الكهربا ملعاك هل السلك بتاع اللامبة اللي في بيتك اللي فوقيك دي نفس السلك اللي مستعمل لنا عشان يدخل كهربا للتكييف لأ طبعا ايه الموضوع ده بيفرق عليه اهو الباور على الفي اه البي على الفي بـ 2.25 فده الكهربا لا تخش كواه السلك فاشتري سلك يستحمل الكهربا دي فده يفرق بقى في الدامتر بتاعة الاسلاك تلاهي تكييف عايز سلك تخين واللمبة ممكن سلكور فاية اه عشان هنا فكرة الكهربا انه هيدخل فيه كهربا كبير والتاني هيدخل فيه كهربا ايه صغيرة ايه ده شفت ان المعلومات اللي بتكتب على تكت الجهاز دي فعلا مهمة تفرق مع رجل الكهربا اللي بيشتغل في الكهربا بيفرق مع اي حد بيصمم وبيأسس كهربا بيفرق معاك كلام ده ان الجهاز البار فيه بكام والفي بكام والكلنت اللي بيمشي جواه بكام دي معلومات مفيدة فعلا انه مهم يعني همشي تدرس لك اي حاجة ايوة حقيقا طيب يا عم حلو كده انا فهمت البي وفهمت البي طب بقول لك ايه مستر والكرن تعرفته سؤالي بقى لو انا حبيت اعرف الطاقة اللي الجهاز ده يستعليك عادي جدا الباور في الطاقة انا متأكد مش هتنسب عليها زي ما انا حكيت لك ليه لانه وانا بشتري الجهاز عارف الباور بتاعه فالجهاز ده مكتوب عليه خمسمائة واط يبقى البيدي بخمسمائة فانا لو شغلته ثانية يبقى الجهاز ده يكل خمسمائة جول لو شغلته دقيقة يبقى خمسمائة في الدقيقة ليه ستين سنة يطلع لك تلاتين الف جول لو شغلته ساعة ايه ده ايه ده يعني ستين في ستين يعني مليون وطبنمائة جول شوف بقى الجول واقف عليك بكام وبتدفع تماما يبقى الانرجي زي ما انتا شايف كده الانرجي كل ما الوقت بيمر كل ما الوقت شغال والجهاز شغال كل ما الانرجي اللي بيستعليكها الجهاز بتزيد بس واخد بالك من الباور الباور طول الوقت ثابت يعني عايز اقول لك ان الانرجي والتايم علاقتهم دايريكت كل ما الوقت بيزيد كل ما الاستهلاك بيزيد او الانرجي الكونسيوم دي بتزيد الطاقة المستهلكة امال رقم الباور لا خلاص انت اشتريت اللامبه 500 واط وانت ماشي في الشارع رقم 500 هيتغير لا 500 واط هتفضل ثابتة فرقم الواط عمره مايتغير رقم الجول هو اللي بيزيد مع مرور الوقت طيب ده كان الجزء التاني في الحصة اللي احنا راجعناه مع بعض جزء الاول بقى لو انت فاكر اللي هو اومزلوفر كلوس سيركت لهو ببساطة جدا شرح لك الالكتريك سيركت ان انت لامع معاك حجر بطارية بتصرف طاقتها ده معانا كلوس سيركت عشان الكهرابا تمشي في اي سيركت لازم لازم البطارية دي بتصرف الجزء اللي معاها بره وجوه بره وجوه في النقل اللي جوه دي زي ما اتفقنا قبل كده فبالتالي عرفنا ان البطارية بتوزع الانرجي بتاعتها جوه نفسها بتسيب نفسها جوه شوية شوية طاقة وبره فبالتالي الفي بي 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 بيصرف طاقته في مكانين جزء اكسترنل وجوزء انترنل الاكسترنال ده اللي احنا سميناه ال i في ال R الكبيره ال R الكبيره دي كان الى الارات اللي بره طب وبطارية جواه نفسها بتصرف طاقة في ال R الصغيره فعرفنا ال VB وعرفنا ال R الكبيره وعرفنا ال R الصغيره لو انت فاكر وال i ده اللي احنا كنا بنسميه ال i min او ال i total وكان مشهور اوي الصورة دي ان ال VB بتسوي V زائد IR ال VD اللي ما بيكتبوش عليها حاجة بمقصوب بيها ال VHات اللي بره اللي هي ال V الاكسترنال المجموع اللي تصرف بره طيب ودايما كنا بنحب نجيبها في صيد لوحدها لو انت فاكر فتبقى VB minus IR يا جماعة ميني ال VL بالاحمر دي اي وابتكر ال VL external اللي كان لها اربع اسامي غير كلمة ال VL external كانت موجودة في السلايدز بتاعت الشرح بتاعتنا يلا نحاول نفتكرهم potential difference between two thermals of the battery potential difference between two thermals of the battery مقصوب بيها ال VL external اللي هو ده قرنا VB minus IR او potential difference between two pools of the battery بيها مقصوب بيها برده ال VL external زي ما احنا بالتفصيل او terminal voltage او terminal voltage across the source مقصوب بيها ال VL external او reading voltmeter on the battery اه مقصوب بيها ال VL external فحرف ال V ده كان ليه اسامي كتير قوي قوع تنساها تركت الاسئلة كلها اصلا في الحتة دي ان انت بتنسى ال VL باللون الاحمر ال VL بره دي اساميها ايه طيب اوما اللي هناك ده فاكر ده كان اومزلول عادي غالبان نقفش لك حتة معينة ويقول لك ان ال VIFR فده بيستعمل زي ما قلنا كده اومزلوفر ده بيستعمل في حتة جواه السيركت يعني ده لازم السيركت تبقى ومنتكلم في حتة جواه السيركت ببساطة زي هنا الحتة دي الواحدة تعتبر اومزلوفر العادية اللي هي ال VIR وما للسيركت كلها زي ما راجعنا قبل كده السيركت كلها البطارية وعلاقتها بالاجهزة الخارجية ده اللي بنقول عليه ايه اومزلوفر كلوز سيركت واتفقنا على الكنسيب ده وقفلنا حتة اومزلوفر كلوز سيركت بقانون الاي مين او الاي توتا انه بي ايكول في بي على الار الكبيرة زائد الار الصغيرة اتفقنا اتفقنا بيلك ايه عمل حاجة دلوقتي هنتخل نحل نحل شوية اسئلة مهمة هتقابلك في بتاعك كده وتنشط لك عقلك وتفوقك في الله كده ركز معايا في جزء الحل ده طيب بص كده معايا السؤال اللازيز ده وركز قوي كده وودي لنفسك فرصة فقر ماشي نحل سوا السؤال بيقول لك ايه افزا اي ام اف اوفزا سيل ايكول تمانية فولت يعني ايه عمستر اي ام اف اوفزا سيل ايوا دي معاناها الفي بي ويقول لك الفي بي بتمانية فولت ماشي سأل بقى علي ايه اتسي تيرمينال فولتج اف مين التيرمينال فولتج لسه مراجحها التيرمينال فولتج مقصود بيها اي واي واي وااني في من الفيات الكتيرة الفي الاكسترنال اللي هي قانونها في بي مينس اي ار ارجوك ما تنساش تيرمينال فولتج مقصود بيها الفي الاكسترنال اللي هي في بي مينس اي ار بقى هو ساعتها الفي الاكسترنال ده هيكون بكام لو السيركيت دي في كارنت ماشي جواها بالعقل الفي بي يا مستر بتمانية عادي خالص ده كده بتمانية ناقص اي ار جاوبت ها تمانية ولا ليس زن تمانية ولا جريتر زن تمانية طبعا ليس زن تمانية تمانية ناقص رقم تب ركز في اللي بعده بطارية برضو بتمانية فولت وبيسأل برضو عن التيرمينال فولتج ايه ده يعني بيسأل عن الفي بي ماينس اي ار برضو ايوا بس اقالك كلمة حلوة واقالك وين نو كارنت نو كارنت يعني الاي ده بكام بزيرو فبقى الفي بتساوي ساعتها فعلا فاليو الفي بي ايه ده يعني بتساوي كام تمانية ايه ده يعني الاجابة المرادة تمانية كلمة غيرت كل حاجة ايه دي اسئلة الفيزيكس انك لازم تبقى مركز في اضاق التفاصيل تبقى قارك كلام كويس اوي انا دايما اقول للناس كده درجة الفيزيكس مش بس بتقسمة ده فاهمك في الفيزيكس خالص ساعات كتيرة قوي اسئلة الفيزيكس بتبقى على التركيز مش على المعلومة الفيزيكس مش عندك ده الناس كتيرة بتبقى مذاكرة حلو بتبقى حل هومورك حلو وبتجتغلب برضو في الكويس ده بيقى بسبب ان السؤال هنا تركته تركي التركيز انت واخد بالك ان هنا في كلمة نو هنا مفيش كلمة نو ده بجد فعشان كده اللي بيجيب درجات قليلة في الكويس مش عايز ياخدوا الموضوع بكونسبت الفشل او ان هو بيكره المادة وان هو مهما اذا كده ما يجيبش فيها درجات خالص كونسبت ان انت لما بتغلق اعرف انت غلطت في ايه بالظلط انا غلطت ان انا مركزتش في الحتة دي خليه على قد الكلمة دي ما تزودهاش على نفسك بلاش قصة ايه ده ده انا مهما اذاكري انا هرق بيض هي ازاي دي راحت عن دماغ فيش كلام ده الفيزي ما ينفعهاش الطريقة دي الفيزي عايزة ناس في الغلط تمام اوكي بتغلط وعرفته ويتكمل مش بتقعب بقى تقنب ضمير هو انا مش الموضوع ده لما بيوسع شوية في الفيزي بقى بتقعب تقرف نفس بتقرح المادة بجد ولما بتقرحهم الموضوع بيبقى سخيف بقى عليه بتلاقي ان كل حاجة السهلة بالصعب كل حاجة بقيت رخبة فعشان كده خليك هادي مع نفسك عادي او ان في حاجات بتغلط فيها مع اني مزاكرة وفاهمة بس بغلط فيها نتيجة تماما مركزتش في تحويلها مركزتش في كلمة زي الحاجات الغلطات اللي بتحصل دي اللي هي هتيجي مع الوقت وهتوقف والله اهم حاجة اي حاجة بتغلط فيها اعرف تغلطت ليه وركز فيها بس ما تعدش مع نفسك ما تعدش تقنب جلد الزيت بقى وجاوه وازاي وليه بطل الكلام ده عشان الدنيا تبقى اهدى عليك شوية طيب يلا يا مستر حليلي حاجة تانية ماشي بص السؤال الجميل ده طبعا حلنا احنا الضخم منه هو لما بيجي ما بيجيش السؤال الضخم كله بيجي حتة منه فهنا مثلا جاي الرجل بيقولك ايه عايز يعرف ايه يحصل اليردينج الفولتميتر ده انا امتفق معاك اول ما تلاقي فولتميتر في المسألة روح يسأله انت محطوط على ايه يا فولتميتر انت محطوط علي انا محطوط على بتري ايوا في تكر قانوني الفيل على بتري كان بييكون في обắng في بي بي مونس اي آر يا مستر انا نسي مش فاكر ايوا ما تقلقش بس عشان انا بتاخد الكلام ده النهاردة تب غير ترى ايهيرinetر على بتري في بي ت entities subp minus ir طب لو الفولتميتر كان على يكبي كف على طول فاكر دي كانت الخطوة الاولى اكتب قانون الخطوة التانية اسأل نفسك سؤال يا قانوني اللي انا كبك بايدي يا قانون هوا انت عندك ريوستات بصوا كده في الرول هل القانون حد شايف اي نوع من الريزيستنس ريوستات لأ مفيش يا مستر في الرول ريوستات انا ما بقولش في المسألة انا بكلم في القانون اللي انا كبه هل في ريوستات لأ. لو ما فيش ريوستات فاكر يبقى اللي بيتحكم في الفي هو مين ايوة بروفو عليك الكارنت. فيبقى الاي هو اللي متحكم في بس واضح ان في يعني علاقة والاي علاقة ايها عامل حاج طب هو الاي ايه اللي حصله ها في السؤال بيقولك ان زادت انت عارف لما الار بتزيد الاي بيحصل له ايه باي ديفولت بيقل فالاي لما بيقل يبقى يحصل له ايه ايوة يبقى ليجا باي تاني 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 يا مستر انت عملت ايه بس كتبت قانون بعد ما كتبت القانون شفت مين يتحكم في الفي فلقيته ليه لان ما فيش في القانون اما لو كان فيه كانت الريستات هالي تتحكم طيب علاقة عشان خطر فيه مينوس يبقى انا نقس لي بقى حاجة اخيرة حصل له ايه فانا لما قردت السؤال لقيته بيقول لي ان الريستانس دي حصل لها فانا عارف ان لما بتزيد الاي بيحصل له واحدة واحدة وهتيجي انا عارف ان الموضوع ما بيكونش سهل اول مرة بتسمعه السؤال التاني ده لازيز او جيه شبهه شوية في الكوز وهتلاقي عندك برضو في الكوز شامبانج هتطلق شمعة تحت بقول لك ايه اللي هيحصل الريدينج الاميتر الاميتر ده بيقرأ ايه مستر بيقرأ ايه عايز اعرف ايه اللي هيحصل له لو الالمنت ده دي مصنوعة من الكبر كبر يعني متل يعني مواد ده من مواد الكوندكتور اللي انا عارف كل ما درجة الحرارة بتزيد ما انت حطت شمعة تحتيها كل ما بتزيد والريزستانس بتاعة السلك بتزيد فالار لما بتزيد الاي بيحصل له ايه ايه برافو عليك بيقل يبقى الاميتر ده يحصل لها ايه ايه واركز هيحصل لها عشان الريزستانس اللي حصل لها زادته ودي الاجابة المزبوطة صح? صح يا بسر السؤال ده حلو قوي فاركز فيه جدا ومشهور يمكن احنا شرحناه بالتفصيل في الشرح واقع فهمتك كل حرف معناه ايه وجات منين والريليشنز في الحل بقى ما ياخدش منك دقيقتين حل ما ياخدش اصلا عايزة اكون هناك في حاجات في الفيزيكس كتير كده في الشرح بنبزل فيها مجهود عشان نفهمها لك وتستوعبها بس انت سنس انك فهمتها وعرفتها يكفيني المعلومة هتخليك تحل كل حاجة في لحظة يعني فاكر الجراف ده اول ما بتشوفه ايه ده الفي والاي انفرس ايه وصح الفي والاي انفرس ايه ده ده درس اومزلوفر اومزلوفر كلوس سيركت اللي هو مبدئين كقانون ان الفي بيت ايكول في بي ماينس اي ار ده الرول ثانيا نفكر النقطة دي اي واي وانت خلاص جامدين الانترسكشن مع الواي اكس ده كان بيمثل فيليو الفي بي على طول وانا مغمط وانا فهمتك ليه لان امتى الفي دي تساوي الفي بي ده لو الاي ده بزيرو والنقطة دي الكارنت قدامه فعلا بكم بزيرو فعشان كان نقطة دي في بي ودي اول اجابة هو كان طالب دي الفي بي كمتو كام فالفي بي كمتو اتناشر فولت يعني بص مع احترام يعني كل الناس عارفاها الفي وادي الاي وادي العلاقة النقطة دي دايما انترسكشن بيبقى الفي بي بعيدا بقى عن اي حاجة بعيدا انت افتكرت الشرح ولا ما افتكرتوش في لحظة جاوبت مجارب بس معلومة الانترسكشن مع ال واي اكس بيمثل الفي بي ودي حاجة ثابتة طب الحاجة التانية السلوب هنا في الفيزياء كان بييكوال حاجة كان بييكوال نيجاتيف الار صح صح والمعلوماتك دي حاجة ثابتة ام تتغير فهمتك بالتفاصيل في الشرح حاجات منين طب انت نسيت ماهيم منيش انت فاكر بس ان السلوب نيجاتيف ار فانا عارف ان الار الانترنال بتايكوال السلوب فانا ناقص اجيب السلوب ماس طب من السلوب ماسيماتيكال هو واي تو ماينس واي وان على اكس تو ماينس اكس وان الواي تو ايه ده اهي اعتبر دي الواي تو اللي هي 12 ناقص تمانية على زيرو ناقص تمانية لو حسبت ده يديك نيجاتيف تو يبقى نيجاتيف الار بتسوي نيجاتيف تو فيبقى الار الانترنال بكامي يعمل حاج باتنين قوم معلومة سهلة والله بجد بعيدة ان هي كان لها تفاصيل شرح وفاهمتك النيجاتيف ار دي جات منين لو رجعت في في البرت اللي اللي فاتح هتلاقيني ايه لك الكلام ده جاي منين بس انا عايز اقولك والله مش فارق دلوقتي فارق معلومتين انك تبقى فاكر ان ده تبقى فاهم ان الجراف ده الاسلوب مين فيزيكل نيجاتيف الار فاانت عارف ان الاسلوب مش هكتر من كده. فالجراف ده حلوة ايه ومهم ومشهور وبيتقرر. ما فيهوش لعب ما فيهوش افكار عن كده يعني. تبقى فيها من ايه ده الفي بي والاسلوب بيساوي ببساطة. طيب يا مستر ماشي. ايه تاني يا مستر كان في في اسائلة الكويتشة ببانك مهم. اه يلا انت اللي هتجاب الحاجات دي بقى. بقول لك بيبين علاقة بتوين الباور والتايم. الباور اللي هو كان بتقسبي انا نسيت اه بتقسبي الواطر. اشتريت لمبة خمسمية واط. لما روحت البيت رقم خمسمية هيتغير? لا. عدة اتناشر ساعة. هالرقم خمسمية اللي على لمبة ده هيتغير? لا. ايوة فتبقى الريليشن از ايه? اما بقى اركز بسأوله وراه. اشتريت لمبة. وشغلتها. بسألك على علاقة الانرجي كونسيوم دي بالتايم. طول ما اللمبة شغالة. طول ما التقل مستهلكة الورك ده انا هيحصله ايه? هيزيد. فعلاقة الورك دان بالتايم لا. علاقة ايها عمل حاجة دايريكت لان الورك دان هي التقل مستهلكة. كل ما الجهاز يفضل شغال كل ما انت تستهلك تقل اكتر. اكتر. فاكتر. فاكتر. يبقى الورك دان والتايم علاقتهم مع بعض ايه? دايريكتة مزبوط كده. طيب يا شباب ركزوا معي جدا في المسألة دي عشان المسألة دي شكلها يخد ويخوف بس هي عايزة هدوء في الحل. فانت اتفرج عليها وانا بحلها وابقربها تاني في وقت تاني بعدها بشوية كده فاهم? بعد ما اكتهده وتفصل شوية. بصوا قال بيقول لك ايه? بيقول لك انت معاك لمبتين. لمبة اسمها ايه? وميديك شوية جفنزولية. ميديك ان الباور بتاحها بتمانين واط. وميديك ان بتاحها بمتين وعشرين فولت. وميديك لمبة تانية اسمها لمبة بيه? الباور بتاحها بعشرين واط. والبوتينشيال ديفرنس اللي عليها اللي عليها باربعة وعشرين فولت. طيب ماشي يا مستر. عايز ايه بقى هو? هطلب حاجة غريبة. طالب الريدياس ايه علي ريدياس بي? ريدياس السلك اه. بيقول لك خب بلك ان السلكين اللي هم نفس الاريا ونفس المادة. وعايز ريدياس انا بفكر ازاي? بفكر من اللي هو طالبه. ايه علاقة الريدياس بالكلام ده? والله الريدياس في المنحك بتاعي? متقلش الا على او متقلش الا مع ايوة الاريا. ان مفوض ان الريدياس علاقته دارك مع الاريا يعني ايه على ايه بي. ده اللي احنا فاكرينه صح? والله اللي انا عارفه ان ايه على ايه بي دي? المفوض ان هي بتساوي باي ار اي سكويرد على باي ار بي سكويرد. يعني انا ابتدتها جامع علاقة الريدياس بايه في المنحك بالاريا? فعارف ان هما ما لهمش علاقة الا مع بعض الريدياس والاريا بس. طب الاريا علاقتها ايه بالرغية ده كله? الاريا ما كانش ليه علاقة الا بالرزيستانس لو انت فاكر. بس الاريا والرزيستانس كانوا الريليشان انفرس يعني دي رزيستانس بي على رزيستانس ايه? الله. يعني انا لو جبت الرشيو بتوين رزيستانس و I R P او رزستانس بي. لريزيستانس لامبة ايه? كأنجبت رشيو بتوين ريدياس اسقويرد على ريدياس بي سكويرد. ايوه. يعن انا اتركتي هنا ان احسب الرزيستانس كام? واحسب الريزيستنزيب كاما واعتقد دي حاجة سهل والله اللي انا عارفه ان فيه رول بيجب مع الباور والفي والار افتكروه كده ولو رجعت للقوانين بيقولك ان الباور في سكويرد على ار فبالتالي فاليو الار هتساوي الفي سكويرد على الباور فلو اسمت هنا 220 سكويرد على التمانين لو عملت 220 سكويرد على التمانين هتديك 600 و 5 يعني باليو ريزيستنز ايه ب605 حلوة قوي دي يعني باليو ريزيستنز اللي تحت دي اعير ايه دي ب605 طب نفس الكلام لو انا عايز اجيب الريزيستنز بتاعت بي بتاكوال على الار على سوري على البي اللي هي هنا بكام ب24 على البي اللي هي ب20 ايه دا تلعب بكام 144 على الخمسة دي كده مين بتاعت وير بي يبقى وير بي 144 على الخمسة لو اسمت 144 على الخمسة على 605 هتطلع لك 144 اهو بصوا كده يبقى الريزيستنز دا كده ما فوق بيسوي على كلام دا دلوقتي على لو حسبت وراي هتلاقي بتسوي كده 144 على ثلاثة زيرو اتنين خمسة ولكن دا ريديس اي على ريديس بي محتاجة اخد الروت هنا والروت هنا لو اخدت روت الكلام دا بقى الله ايوه مستلع كم ريديس اي على ريديس بي هيساوي اتناشر على خمسة وخمسين اللي هي الاجابة دي اه سؤال لزيز اوي في فكرة حلوة اوي مديك باور ومديك في باور وفي وطلب حاجة غريبة طلب ريشيو ريديس فانا اقعدت اجمع ريديس ايه علاقته في المنج فافتكرت ان ريديس ليه علاقة بالاريا ان الاريا بتسوي باي ار سكويرد اريا لمبا بي هتبقى باي ار سكويرد افتكرت الاريا ايه علاقتها بالكلام دا عندي في المنج اي وصح بالريزيستنز فعرفت ان اريا ايه على اريا بي بتسوي على عشان انا مزاكر ان العلاقة بينهم علاقة عكسية فبقيت دلوقتي عمال افكر ازاي اجيب عشان انا عارف ان الاريشيو دي هي ريشيو الار ايه باور 2 على الار بي باور 2 وده عملت انا استنهزت ان انا معايا البي والفي استغلت قانين الباور الحلوة الكتيرة دي ان الاريشيو دي على الار وعوضت وطلعت 605 وينها تلعب بالرقم ده روحت اخدتهم واسمتهم على بعض ريزيستنز بي وريزيستنز ايه حسبت الرقم تلعب رقم غريب كده 144 على 3000 25 بس انا معارف ان ده بيساوي ريدياس اي سكويرد وريدياس بي سكويرد روحت اخدت الروت بتاعه اه بص عليها بص كده عشان تثبت شوية جوه عقلك طيب يا مستر هخلينا حل بايدي يلا بقى عشان الاخر حاجتين كده حلهم بايدك وايه ونبقى خلصوا من الحصة ونبقى ايه عملنا كل حاجة في الحصة دي حصة فيزيا بجد اول حصة في فيزيا كد مغك تتعب فيه شوية فيها شوية تفكير وشوية حاجات طيب بص كده السؤال الاول بيقول لك ايه معاك لمبة مكتوب عليها امتين وعشرين فولت وستين واط فالفي بمتين وعشرين والباور بستين واط فبيقول لك عايز اول حاجة اول حاجة عايز الكرنت اللي ماشي في الايه في اللمبة دي طبعا الاي بتساوي بي على في دي ما نفعش تنساها البي بستين والفي بيمتين وعشرين بتعرف تقسم الرقمين على بعض وتطلع فاليو الاي خلاص طيب بعديها عايز ايه تاني عايز كمان الريزيستنس بتاعة اللمبة دي بيت ايكوال في اوفر اي الفي بيمتين وعشرين والاي انت لسه جايبها اللي هي ستين على متين وعشرين طبعا لو انت عايز تعرف الارقام كان ستين على متين وعشرين كانت طلع معاكم به تلاتة على احداشر اللي هي او بوينت تو سبن تو سبن في او بوينت تو سبن تو سبن وعشرين على او بوينت تو سبن تو سبن اللي هو بي ايكوال الباور في التايم ببساطة الباور اللي هو ستين ونص ساعة واعتنسى يعني او بوينت فايف والساعة عشان تتحول لسان يضربها في ستين في ستين هتطلع رقم كده كبير هتطلع اه ستين في نص في ستين في ستين هتطلع واحد زيرو واحد زيرو تمانية زيرو 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 جول عشان تأكد الرقم طيب المسألة اللي تحتها متديك رزيستنس بفور بوينت سابن متوصلة ببطارية باثناشر فولت وليها ار انترنل بزيرو بوينت سري عايز الايمين في بي على ار كبيرة زي ده الار الصغيرة خلاص ذكرنا في درس النهارة الفي بي كانت بكام باثناشر الار الكبيرة فور بوينت سابن الار الصغيرة زيرو بوينت سري لو حسبت الرقم ده يطلع لك كام? هتلاقي اتناشر على الخمسة. طب تحت عايز دي. فالفي اللي عرزيستنس دي اكوردينج لو امزلو الاي في الار بتاعيضة. الاي اللي هي بتنين بوينت فور اللي هو رقم الكلانت اللي هنا. ورزيستنس دي فور بوينت سابن. هتلاقي رقم تلع لك حداشر بوينت و ايد. بس كده اتفقنا? طيب خلصنا الحمد لله الحصة. ندردش في حاجة صغيرة كده قبل اللي بعت ايه قبل ما تخش تنام ولا قبل ما نعرفش انت بتفرج عليه الساعة كم بصراحة يعني انت حر. ندردش بس في كام حاجة رأيتت بالحصة. بص يا شباب. الحصة فيها تفكير. حصة دسمة. حصة فيزيا قوية شوية. اقوى من اللي فاته اه. مش فكرة ان المعلومة صعبة على قد ما هي معلومات اه محتاجة تركيز ومحتاجة تطبيق كويس قوي وبدري. فانت شايف ان الحصة دي محتاجة منك شوية مجهود. طيب مش عايز الناس ينتابها الخوف. يحسسوا ان ايه ده ده الفيزيا شكلها بقى فيها حوارات وبتعلق. المواضيع مفاش حوارات. مواضيع كلها نوع درس بيتشرة. في شوية تفاصيل بنقعد ندوس عليه ونتكي عليه وانحنا خد بالك بنوصل لأعلى درجات الفهم. انا مش بديك كشور. انا بدخلك في كل التفاصيل الفهم والحل في نفس الحصة. يعني بخليك تبقى فاهم. وخليك تحل. وانا بحل. كل ده واحنا مع بعض. ده عشان يعلي الرتم مش علشان قاطر انت تحس ان ايه ده ده الموضوع كبير. الموضوع مش كبير. على قد ما الموضوع عايز مجهود. عشان نبقى متفقين مع بعض. اللي احنا شرحنا النهاردة مش صعب. بس هو كتير على عقلك. انك مرة واحدة اومز لوفر كولوستر كد فيهات كتيرة وشبه بعض فعايز بقى مركز هنا وهنا اه ما هو ده بقى التعالية في مستوى المادة. ان المادة صعوبتها اللي بالنسبة لك انت بتستصعبه فيها. مش ان المعلومة صعب على قد ما انت بتقلق ان المعلومة ما تثبتش. وانك تنساها. طب اعمل يا مستر يعني اقول لي كده. انا المفروض اعمل ايه. رقم واحد مذاكرة بدري. اتفرجت على الحصة النهاردة. بالكتير بكرة. تكون عملت ايه. فتحت ملزمة الشرح. اريت الشرح. اريت الشرح. اريت الشرح. اريت الشرح. اريت الشرح. ما علقتش. بس لازم بتعمل كده. لازم. والله بجد يا جماعة مش باهظل. فيه ناس فاكرة كتير ان شطرتك في الفيزياء انك حضرت الدرس بتاعك. يلا اجري حل. واللي يحله اكتر هو اشطر. خالص. تفهم غلط. الحل مهم. حدش يدرك ينكر ده. ولكن حل بدون فهم. حل بدون ان انت تبقى فاهم التفاصيل. ملوش لازمة. والعكس صحيح. يعني مش بقولك ان انت اقرأ الشرح وذاكر التفاصيل وما تحلش. انت برضه ملوش لازمة. هو ما بين الاتنين. بس لازم الاستاب الاولى انك تقرأ الشرح عدل. تفتح ملزمتك. تشوف احنا اخدنا ايه فرقة المذاكرة. ورقة المذاكرة دي انت تقدر تعمل لها داونلود من على الويب سايت. من على المنصة يعني. وتقدر تعمل لها داونلود من الواتساة احنا بنبعتها. ورقة اقرأ. اقرأ كويس. ارجوك. وافهم كل تفصيلها. والحاجة اللي تعرف قدامك صور وابعت. صور وابعت. احنا الجروب زي ما انت شايف. اربعة وعشرين ساعة جالين معاك عليه. انت بس بعت لنا حاجة هتلينا من جاوبك في لحظتها. فبعت لنا بس مش هنسيبك. انت شايف اللي بيحصل. فعشان كده ابعت كل حاجة بتوفق قدامك. الملازمة اتبعتت للناس والناس بقت معاها. واللي لسه ما جاتلوش يكلمنا. واللي لسه ما جابهاش وبيفكر لا انجز نفسك. لانك خلاص بقى تدخل في الجد قوي. فلازم كل الحصص دي تبقى مفيدة ليك. لازم كل حصة انت بتذاكرها. او بتحضرها انت بتذاكرها. بلاش قصة انا مقضيها فرجة وخلاص ملهوش لازمة. فلعبوها صحي بقى جماعة. خلاص احنا دخلنا في الجد. الفيزيكس ابتدت تبقى فيها شغل شوية. فمحتاجين شوية مجهود عيد المحترم. قراية شرح. حل سولفد اجزامبلز اللي موجود في ملزمة الشرح. حلو كويس قوي. بالورقة والقلم والكالكليتر ما تكروتش حاجة. يوم. ده يوم. يوم كامل متكامل للقصة دي. مش مش كامل انت تقدر اربعة عشرين ساعة انا قصدي يعني. ده يوم تعمل فيه المجهود ده. مدة ساعة ساعة ونص زي ما انت عايز بقى انا ممتكلمش معك في عدد ساعات خالص والله. خلصت اليوم ده يومين. وتبدأ تحل الهومورك. يا جماعة احل الهومورك ازاي اراكس. احل الهومورك اقسمه النفسي بعد ياب يومين كده احل جزء من الهومورك احنا بنكبره كل ماده. وكل ماده الناس بلاحظ ان هي. لان انا بشوف برضو اللي انتو بتبعتوه. مش بتحله كامل قوي. يعني في منكم كان بيحل الهومورك كويس وزي الفل. جينا بقى في الهومورك التاني خستعنى. ومقلق منك في الهومورك التالي تخد بالك. هومورك لازم تحل حلو. لازم تخد بالك من تفاصيل اقول له. وحاجة مش عارفة ابعت لنا على طول. وما تقلقش فيديو الهومورك بتاعة 3 حصص الاولى. هينزل ان شاء الله بازن الله قبل الحصة الرابعة بازن الله بامر الله تعالى. يكون خلص وتزبط وهيكون نزلة. 3 حصص دول هينزل لكم الهومورك بتاعهم لكم. كلكم تتفرجوا علىها. هنبعث لكم ساعتها على جروب الواتساب. يا جماعة جروب الواتساب ده مهم قوي. اللي مش عال جروب. يبعت لنا الرقم ده او الرقم ده يا جماعة دخلوني عالجروب. هندخلك عالجروب الواتساب اللي ما بينه من بعض اللي هو جروips الاسئلة. اللي انا عندك اسئلة هتبعت لنا اسئلة عليه. في حيل الهومورك كويس. حلو اتفرج على حسيتك في معادها. ما تكرويتش حاجة. ما تكرويتش حاجة. وجيتك مشكلة كلمنا. انتو شفتوا التواصل بيبعامل ازاي ودخلت مع انا زوم ميتينجز ولايف ودخلت مع الاسيستنت وده افليبل طول السنة ما تقلقش والله خالص. واي حد بيواجه اي مشكلة في اي حاجة يا جماعة ايا كان نوع المشكلة والله. مشكلة علاقة بالمنصة. ليها علاقة باي حاجة ممكن تتخيلك كلم معي. متقلقش. والله هيحلهاي لك. انا هوسك ان شاء الله واذن الله ربنا هيقدرني انا هعرف حللك مشكلتك. ما تسبش نفسك. انا اللي فارق معي انت والله. مش فاني معي حاجة تانية. متأخرش حستك لان كانت الاسباب. حات الملزمة كانت الاسباب اللي مأخراك ايه? عرفني واحنا هنسهل لك كل حاجة. انا مش عايزك تبقى متأخر بحاجة. مش عايز اي مجهود بنعمله سوا في الحصة. يقع. ارجوك. لان احنا بنعمل مجهود كبير مع بعض. احنا بندخل في التفاصيل الشرح. وبنفهمك. والحصة مليانة حل كتير. وانت بتقعد تحل. وبنعمل حاجة كتيرة قوي. عشان في الاخر نشدك للمادة شوية. عشان عارف ان المادة تقيلة على قلبك شوية. المعزم الناس تقيلة على القلب شوية. عشان هي فيها مجهود مش هضحك عليك. وانا عمري ما هحور عليك في الموضوع. الفيزياء عايزة ناس بتتعب. لو ما بتتعبش ومقضي الموضوع بقى ان انت بتتقفل وقصنا مسألة ومسألتين دايقوني في الموضوع. لا اتقفلت منه. قوعة يا جماعة تكون من الشخصيات دي. هتنهار بدري في الفيزياء. الفيزياء عايزة ناس بتعافر والله بجد. الفيزياء عايزة ناس بتحاول كده. لا بجد. اللي يقف قدامك ما يخوفكش. انا هفهمه. يعني هفهمه. ومش هيقس في عادي قارس لو مفهمتوش دوقتي هفهمه كمان شوية. ناس بتكلم نفسها كده. طيب. نقطة كمان اللي هي علاقة بالكويز الحصة. كويز اين كانت المشاكل اللي قابلتك في الكويز اللي فات. ان شاء الله الكويز اللي جاي المفوضة مشاكل دي ما تقابلكش. ولو حصلت مشكلة وانت بتمتحني الكويز ابعت لنا او اتكلم المنصة عشان يحلولك المشكلة وانت في الكويز. وقدار يفتحه لك تاني ونعيده لك تاني علشان في ناس حصلت لها مشاكل حلت والدرجة ما ظهرتش والكلام ده ما تقلقش يعني هي بس في شوية حاجات كده بتتزبط وبعد كده الموضوع ده هيتعيد الخلص دايما كل حاجة في اولها كده عمل ما تفهم السيستم والنظام وتتعود وتعرف تدوس ايه وفين وكلام ده كله الموضوع بس بياخد شوية وقت معاك بس بعد كده الدنيا هتبقى ماشية جدا. فارجوك احنا معاك في اي وقت ما تسيبش نفسك ما تأخرش مذاكرتك اسئلة لهومك مهمة قوي اي سؤال يقف قدامك اسألنا فيه ونصيح السؤال الواحد اللي بدي تقف معاك ده لازم تحله مرة واثنين وتلاتة ودي نقطة مهمة يمكن كلمتي فيها في بداية الحصة وانا بأكد لك عليها في نهاية الحصة يا جماعة يا جماعة درجتك بتاعت الكوز او درجتك عمتا مش انديكيشن لنجاحك في المادة وفشلك في المادة ده انديكيشن لمادى تركيزك في ناس بتجيب خمسة من عشرة والله مش اطرقه في الفيزياء طب ازاي يا مستر ايوة عشان هو نقص دول مش بسبب ان هو مش فاهم فيزياء بسبب ان هو نسي يحول بسبب انه هو ما اراش كلمة مزبوط ارى الجملة الجملة بتقول اختر كل اللي جاي صح ما عاد حاجة اكسبت حاجة فما شافش كلمة اكسبت دي ما شاف في كلمة ساهت منه نسيت منه طب انا مش بقولك استسلم لده بس انا بقولك ان ده يثبت لك ان مش دايما انت وحش في الفيزياء انت وكتبه وكاس في الفيزياء بس الكلمة دي واعت منك طب وانا اعمل ايه يا مستر في المشاكل ازاي دي عشان كلمة تاعت مني كلمة راعت مني نصيحة على تعمل ايه شطرتك انك حل الهومورك اكتر من مرة ايه يا مستر ما انا قلت لك كلمة ده في دقيقة الحصة مش حفظ لازم كل سؤال يوف قدامك تعلم عليه وتشوفه مرة تانية وتالتة ورابعة كل ما تيجي تراجع كل ما تيجي تعمل الهومورك جديد ارجع للقديم افتكري انت كنت واقف ايه والله الموضوع ده مفيد قوي تلت مواد نصيحة ايه من فيهم الكلام ده فيزيكس استاتيكس دايناميكس ان شاء الله لما تخدش فيهم شبه بعض ايه في المواضيع دي المسألة الواحدة محتاج تبقى شايفها تلت مرات مينمم قبل ما تقبل الفكرة دي في الامتحان عشان تثبت دس تب جد يا مستر اه انا بعارف ان الموضوع عايز موجود ومش بقولك ان انت هتتشقلب وتبقى سوبرمان بكرة بس انا بحاول عرفك كل حاجة بحيث ان انت لو كسلت النهاردة ما تكسلش بكرة ما تكسلش بعده في يوم تفوق فيه فلما تكرر تفوق وتقعد عيدل وتذاكر حلو تبقى عارف انت على الاقل ما فوت تعمل ايه مش عايزك تخاف ولا تقلق من اي حاجة حصة النهاردة زاكرها حل عليها تلاقي حاجة كتيرة جدا انت بترف تحلها بس الزاكرها بدري واي حاجة تق اخاف ابعت لنا عندنا 200 طريقة للسابورت مش هنسيبك تفقى يا شباب بشكركم جدا ان شاء الله بازن لا شوفكم على خير الحصة الجاية شكرا